النادي الأهلي في وفاة واحد من المديرين الفنيين اللي تولوا قيادة الفريق الألماني طبعاً فيتسا المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي واللي تولى النادي الأهلي في تحديداً موسم 88-89 بعدما رحل في هذا التوقيت الكابتن أنور سلامة والراجل تولى وقدر أنه يحقق بعض الإنجازات فاز مع النادي الأهلي بثلاث بطولات الدوري وكاس مصر وبطولة الأفر الاسيوية كل ده في عام 89 كمان اللي كان بيمتاز بفايتسا شوية أنه كان أول من أدخل طريق 352 على الكرة المصرية كان كل الفرق في مصر تلعب أربعة أربعة أتنين والراجل ده جي من ألمانيا بعدما كان الأهلي معتمد شوية على المدرسة البريطانية لكن جي الراجل ده من ألمانيا كان ليه فلسفة مختلفة ولعب بطريق 352 وقدر أنه ينجح بيها مع النادي الأهلي كان رحل في عام 90 بعد منتخب مصر ما وصل كاس العالم فكابت محمد الجهري الله يرحمه كان طلب بعدما الدور الأول انتهى من المدرسة الدوري أنه يلغي الموسم ويأخذ اللعبين يعمل به معسكر اللعبين الدوليين فبالتالي الراجل شاف أنه لا يوجد أهمية ليه تواجده خلال الفترة الحالية لا يوجد ضرورة لا يوجد دوري لا يوجد أي شيء فبالتالي طلب النواري في سكل عقد ويرحل كمان من ضمن المميزات اللي عملها ميستر فيتسا أنه كان بيعتمد على قطاع الناشئين في النادي في هذا التوقيت ومن ضمن الأسماء الكبيرة اللي صعدت في الوقت ده كان الكابتن هاني رمزي طبعا نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الصابق والزميلنا في قناة النادي الأهلي كان ناشئ ساعتها وصعد الفريق الأول بالإضافة للاعتماد على السنائي حسام وابراهيم حسن طبعا نجم مصر والنادي الأهلي الصابقين واعتمد عليهم بشكل أساسي كان عندهم تقريبا 22 سنة في هذا التوقيت وكمان قام بيه تصعيد كل من عادل عبد الرحمن ومحمد عبد الجليل وعمر أنور كلهم نجم أيضا مميزين في صفوف الفريق جيه كمان ده بعد اعتزال عدد كبير من نجوم النادي الأهلي في هذا التوقيت قبل ما ييجي فيتسا كان عقصوم كابتل محمود الخطيب وكابتل مصطفى عبدو وكان احترف ساعتها مجدي عبد الغاني لعب النادي الأهلي واللي احترف في البرتغال في أحد الفرق المغمورة هناك في البرتغال وزي ما انتم عارفين طبعا رجع بعد كده على المريخ البورسعي فيعني دي أبرز الأمور الخاصة بفيتسا ربنا يرحمه ويخفر له ويسكنه فسيح جنته هنروح لفاصل سريع كل التفاصيل الخاصة بفريق الأول لكرة القدم من نادي الأهلي بالتحديد في النايجر وقبل المباراة اللي هتكون بعد بكرة ان شاء الله هتكون معنا بعد فاصل استنونا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة